في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة و سورة آل عمران يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان ما المراد بصاحبهما وهل لابد من حفظهما؟ نعم صاحبهما الذي يقرأهما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى و يتدبر في معانيهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تضلان صاحبهما من الحر و من السموم و غير ذلك و يكون صاحبهما في ظل بارد ظل ضليل نعم